في الفيديو ده هنتكلم عن كل ما هو جديد في وجهة سامسونج الجديدة One UI 3 واللي بدأت في إرسالها الهواتف الـ S20 والـ Note 20 وباقي التليفونات قريب بإذن الله يلا بينا لأن الفيديو ده ممكن يكون طويل شوية فهتلاقي تحت الفيديو الخريطة الخاصة بكل تحديث بحيث لو حد حابب يتنقل مباشرة لدقيقة معينة أو موضوع معين جوجل أطلقت نسخة أندرايد 11 في سبتمبر الماضي وبدأت الشركات على طول تجاهز هي كمان وجهتها علشان تطلق التحديث لهواتفها في السنين اللي فاتت سامسونج كانت بتاخد وقت طويل جدا علشان تحدث هواتفها يعني كانت نسخة الأندرايد تنزل رسميا في سبتمبر تبدأ سامسونج من فبراير مثلا في إرسال النسخة الجديدة لهواتفها السنة دي مختلفة لأن سامسونج أرسلت التحديث بعد 3 شهور فقط من إطلاق نسخة الأندرايد النهائية وده إنجاز كبير بدأت بأجهزة عقالة الأس 20 وبعدها على طول النوت 20 والنوت 20 ألترا واللي هنشوف عليه الفيديو ده النهاردة إمتى التحديث هيوصل لجهازك؟ ده ممكن تعرفه عن طريق أن انت تفتح أبليكيشن سامسونج ميمبر ومن الجرس اللي فوق ده بتختار نوتس وبتخش تشوف الخريطة عبارة عن إيه وتشوف الموديل بتاعك وهتلاقي قدام الموديل إمتى التحديث هيجيلك فإنت ممكن دي الطريقة اللي تعرف منها إمتى التحديث هيوصل لجهازك أول تحديث معنا هو شكل البصمة يعني إما تيجي تشوف كده شكل البصمة هتلاقي الآيكون بتاعتها اختلفت أنا حاسس كمان إنها بقت شوية أسرع يمكن يكون ده مجرد إحساس لكن ده الواقع إن هي بقت أسرع شوية حاجة كمان في اللوك سكرين هي الويدجيتس تنزمان علشان تجيب الويدجيتس بتاعة اللوك سكرين أو تطبيقات المختصرة بتتحرج يمين أو شمال من الساعة دي دلوقتي انت بتدوس على الساعة بيجيب لك كل الويدجيتس المتاحة ولو دست على ستينجز أو إعدادات ده بيوديك مباشرة للإعدادات بتاعة الويدجيتس الخاصة باللوك سكرين تقدر تضيف وتشيل اللي انت عايزه زي حالة الطاكس الميوزيك الجدول الموعيد اليومي المنبه تقدر تغير فيهم حسب ما انت عايز ولو دست فوق على ري أوردر أو إعادة الترتيب تقدر ترتبهم مين فوق ومين تحت حسب برضو أولوياتك بالنسبة للخلفيات الخاصة باللوك سكرين انت لما بتدوس مدة طويلة على الشاشة الرئاسية أو الهوم سكرين وتروح للوالبابرز أو الخلفيات بتلاقي فيه هنا الوالبابر سيرفز أو خدمات الخلفية بتختار الديناميك لوك سكرين أو شاشة الكفلة الديناميكية وبتخش على الإعدادات بتاعتها بتلاقي مجموعة كبيرة أو يتقدر تغير ما بينهم دي فايدتها ان انت لو اخترت المجموعة دي مثلا هو بيعود يغير بكل الوالبابرز اللي موجودة في المجموعة دي التحديث اللي أضفوه ان انت ممكن تختار كذا مجموعة يغير ما بينهم مش ان هو يغير من خلال مجموعة واحدة فقط فده التحديث اللي بخصوص النقطة دي في الديناميك لوك سكرين كمان الكويك بانيل شكلها تغير بقت ترانسبيرنت وشفافة والساعة بقت في النص هنا الزرارين الخاصين بالميديا والديفايسز أو الأجهزة والوسائط بقوا كبار لسهولة الوصول ليهم انت لو دست على الثلاث نقط اللي فوق دول وجبت الكويك بانيل لياوت أو تخطيط اللوحة السريعة هتقدر تتحكم في كذا حاجة خاصة بتخطيط اللوحة السريعة زي مثلا المؤشر الخاص بتحديد الإضاءة تقدر تظهيره فوق الإشعارات أو ان انت تظهر ولا تخفي الزراري الخاصة بالديفايسز والميديا وكمان مكانهم يبقى فوق ولا تحت الإشعارات وكمان تظهر المعلومات الخاصة بالسيم كارد اللي عندك لو انت مركب كذا سيم كارد في التليفون مكانهم بيبقى هنا بحيث يقولك أنهي المسؤول عن استقبال المكالمات وإرسالها وأنهي المسؤول عن الرسائل وأنهي المسؤول عن الداتا فده التحديث في شكل الكويك بانيل أو اللوحة السريعة كمان احنا لو دسنا على الثلاث نقط اللي هنا واخترنا الستيتس بار أو شريط الحالة هتلاقي فيه كذا تعديل أنا هتكلم عن الحاجات الجديدة فقط الـ Notification History ده مسؤول أنهي يجيب لك سجل بكل الإشعارات اللي جات لك على التليفون يعني لو جالك إشعارات وانت مسحته بالغلط هتيجي للمكان ده وتلاقي الإشعارات اللي انت مسحه بالغلط بس لازم تكون مفاعل الخاصية دي الأول من هنا فدي خاصية مفيدة جدا ومهمة جدا في التحديث الجديد تحديث تاني هو Floating Notifications أو الإشعارات العائمة دي خاصية بقت موجودة لكل الأبليكيشنز لكن للأسف مش كل الأبليكيشنز لسه بتدعمها والمفروض أن مع الوقت أبليكيشنز كتير هتدعمها بحيث أن انت لما يجي لك إشعار معين من تطبيق معين يجي لك في شكل بابل أو في القاعة زي فكرة الفيسبوك ميسنجر لكن زي ما قلت هي لسه مش مدومة من كل التطبيقات Notification Reminders أو التسكير بشأن الإشعارات بتقدر منها أن انت تحدد تطبيقات معينة لما ييجي منها إشعارات وانت تتجاهل الإشعار ده هو يفكرك تاني بالإشعار ده كل وقت معين زي مثلا كل خمس دقايق وبتحدد من هنا إيه هي التطبيقات اللي بتنسبها لك مهمة جدا وما ينفعش تفوت إشعاراتها الإشعارات دلوقتي بقت منظمة أكتر من الأول وبقت متقسمة مجموعات يعني هتلاقي كل الإشعارات الخاصة بـ Applications المحادثات أو الـ Chatting محطوطة في جروب لوحده وبيبقى الجروب ده ظاهر في الأول عشان هو له الأولوية بعد كده بتيجي أي مجموعة إشعارات تانية فده التغيير في شكل الإشعارات أو الـ Notification Area الشاشة الرئيسية أو الـ Home Screen ما فيهاش تغيير كتير في الشكل لكن أنا حاسس أن الـ Animations بقت أسرع شوية في فتح وقفل التطبيقات يعني فيه Smoothness كده ملحوظة والـ Animation بقت حلوة قوي كمان لما بتجيبي Recent Apps بقى التطبيق اللي في الـ Wish تلاقيه أكبر من اللي قبله واللي بعده وما زالت تحت بتظهر التطبيقات اللي بيرشحها لك أنا كنت أفضل إن هي تبقى زي نسخة الأندرويد الخام بيكون فيه آيكون تحت هنا منها تاخد Screen Shot للـ Application اللي في الـ Wish لأن التطبيقات المقترحة دي ملهاش لازمة قوي أتمنى إن هم يدفوها في القريب العاجل حاجة كمان جديدة في الـ Home Screen الأول كنت علشان توصل للـ Widgets أو التطبيقات المختصرة كنت بتدوس مدة طويلة على الـ Home Screen وتختار Widgets أو تطبيقات مختصرة وتفضل تدور على التطبيق بتاعك اللي انت عايز تحط له تطبيق مختصر دلوقتي بقى فيه طريقة أسهل بكتير بتجيب الـ Application اللي انت عايز تحط له تطبيق مختصر وبتدوس عليه مدة طويلة وبتلاقي آيكون صغيرة هنا اسمها Widgets أو تطبيقات صغيرة أو تطبيقات مختصرة بتدوس عليها وبيجيب لك كل الاختيارات المتاحة للتطبيق ده وكل التطبيقات المختصرة الخاصة بالتطبيق ده بتختار ما بينهم وبتحط التطبيق اللي انت عايزه فدي طريقة أسهل وأسرع بكتير من قبل كده إضافة كمان مهمة قوي في التحديث ده احنا كلنا عارفين إن كان قبل كده إن انت لما تعمل Double Tab أو خبطتين على الشاشة ده بيفتح الشاشة لكن دلوقتي بقى فيه حاجة أحسن كمان تعمل خبطتين على الشاشة ده بيقفل الشاشة خلينا نشوف إزاي نشغلها بتروح للضبط وبعدين تنزل لحد Advanced Features أو المميزات المتقدمة بتلاقي الMotions and Gestures أو الحركات والإيماءات وبتلاقي الاختيار ده مقفول by default Double Tab to Turn Off Screen أو أنقر نقرا مزدوجا لإقاف الشاشة وبكده لما بتفتحه وتحب تقفل الشاشة كل اللي عليك تعمله إنك تعمل Double Tab في أي حتة فاضية في الHome Screen وده بيقفل الشاشة مباشرة بالنسبة للPower Saving Mode قبل كده كان بيكون في الQuick Panel أو اللوحة السريعة آيكون واحدة بتتحكم فيها في وضع توفير البطارية أو وضع إنك تشغل التليفون بكامل قوته هم قسموها على 2 آيكون أول واحدة Power Saving Mode أو وضع توفير الطاقة ولما بتفتحها وتيجي تفعلها بيشتغل على طول ما عادش بياخد وقت زي الأول كان الأول بياخد وقت على ما يقعد يفعل الخاصية دي وعدات كده بيمشي دلوقتي لا بقت تدوس على الزرار بيقوم مفتوحة على طول طيب كان في وضع تاني اسمه Extreme Power Saving Mode هو ما بقاش موجود كوضع لوحده لكن بقى موجود كاوبشن في وضع توفير الطاقة واسمه Limit Apps and Home Screen أو تقييد التطبيقات والشاشة الرئيسية يعني لو فعلته وبعد كده فتحت وضع توفير الطاقة بتلاقي التليفون تقريبا قلب تليفون نوكيا قديم وممكن يبقى ليك 8 applications فقط هو اللي انت من حقك تفتحهم وده أقصى وضع لتوفير الطاقة يعني لو انت مفيش مكان قريب منك تشحن التليفون وفعلت الوضع ده ممكن العشرة في المية بطارية تخلي التليفون يستمر معاك 4 أو 5 ساعات لو انت قافل الداتا أو الاتصال بالإنترنت وده وضع مهم جدا وعملي جدا الوضع اللي كان اسمه High Performance بقى اسمه Enhanced Processing أو المعالجة المحسنة وبقى ليه مكان لوحده في الكويت بانيل أو اللوحة السريعة تقدر تفعله منها مباشرة وهو بيستهلك بطارية أكثر وبيشغل التليفون بكامل قوته ده وضع تستخدمه في الألعاب علشان يديلك أداء عالي وبما ان احنا بنتكلم على الـ Power Saving فده هياخدنا لتعديل مهم حصل للبطارية ولو انت أول مرة تشرفنا في القناة لما تشوف الفيديو لو عجبك اشترك في القناة علشان تدعمونا وفعلوا الجرس علشان تشوفوا فيديوهاتنا أول بأول لما تفتح الإعدادات وتروح للبطارية والعناية بالجهاز وتخش جوه البطارية بقى الشكل هنا مختلف شوية وبقى بيجيب لك الـ Screen on Time بالزبط يعني من ساعة آخر مرة شلت التليفون من على الشاحن كان قبل كده بيجيب لك استهلاك الشاشة للبطارية في اليوم سواء انت شحنت التليفون في خلال اليوم ده كذا مرة ولا لا لكن طبعا دلوقتي المعدل ده أكثر دقة من الأول وبيقول لك فعليا أن الـ Screen on Time قد إيه بالزبط من آخر مرة شحنت التليفون وهنا فيه تطور كبير جدا في استهلاك البطارية البطارية بقت بتقعد معايا مدة أطول يعني زي ما شايفين في الـ Screen on Time في الـ Screen Shot دي هوريها لكم ثواني الـ Screen on Time قعد معايا تقريبا 6 ساعات ودي حاجة أول مرة تحصل معايا من ساعة ما جبت التليفون كان أقصى حاجة وصلت لها هي 4 ساعات ونص فدي من الحاجات اللي محسوب منها جدا في التحديث الجديد ده هنا في المزيد من ضبط البطارية أول واحد فيهم كان موجود قبل كده اللي هو الـ Adaptive Battery أو بطارية تكيفية واللي أنصح أنه يبقى مفاعل دايما علشان من خلاله التليفون بيعرف استهلاكك عامل إزاي وإيه أكتر تطبيقات بتستخدمها والتطبيقات اللي مش بتستخدمها ويحطها في وضع السكون أو Sleeping Mode لما بتفتح تطبيق التليفون وتدوس على الثلاث نقط اللي فوق دي وتروح للضبط بتلاقي خاصية جديدة اسمها Call Background ودي فايدتها أن أنت تقدر تضيف خلفية أثناء ما المكالمة شغالة بتدوس على Background أو الخلفية وتختار أي صورة أنت تحبها تبقى خلفية أثناء المكالمة أنت كمان لو عندك كذا خط ممكن تخلي خلفية لكل خط أنت بتستخدمه أنا كنفسي يخلي صورة الشخص المتصل تملى الشاشة كلها بدى الموضوع الخلفية ده بس عموما هو ده التحديث كمان شكل التليفون أثناء المكالمة اختلف أنا واخد سكرين شاب وحابي براجه لكم بحيث تشوفوا أثناء المكالمة التليفون بقى عامل إزاي بقى فيه اللوحة البيضة دي قبل كده ما كانتش موجودة وده التحديث اللي حصل فيها بس في الشكل لكن ما فيهاش اختلاف في الأداء أو أي حاجة كنا تكلمنا في فيديو قبل كده عن تقسيم الشاشة في الأندرويد عموما وفي السامسونج بالأخص تقدروا تشوفوا الفيديو عن طريق اللينك اللي هتظهر دلوقتي في التحديث ده بقى تطريقة أسهل من الأول كنا بنجيب قبل كده الريسنت أبس وتختار من هنا إنك تفتح التطبيق في نص الشاشة كان الأول بيجيب لك إنك تفتح التطبيق التاني عن طريق إنك تختاره من التطبيقات اللي مفتوحة أورادي أو تدور على التطبيق عن طريق البحث ودي كانت عملية طويلة دلوقتي زي ما شايفين مجرد ما بتختار فتح التطبيق في نص الشاشة بيجيب لي قايمة جانبية ولما بدوس على المربعات الصغيرة دي بختار من خلالها إيه التطبيق اللي أنا عايز أفتحه في نص الشاشة اللي تحت يعني لو اخترنا الكالكوليتور مثلا بقى التطبيقين فوق بعض لما بتدوس على التلات نقط اللي في النص دول بتختار إن انت ممكن تبدل ما بين التطبيقين بحيث اللي فوق يبقى تحت واللي تحت يبقى فوق لو دست تاني الايكون دي بتعملك اختصار للتطبيقين دول فوق بعض كمان دلوقتي لو رحت للهوم سكرين مباشرة بيقفل التطبيقات مش زي الأول كان يرجعك للوضع اللي انت تختار فيه أبليكيشن تاني يتفتح تحت ولو جبت الريسنت أبس هتلاقي التطبيقين لسه مفتوحين زي ما هما فوق بعض بتختارهم وبيرجعوا للوضع اللي انت كنت عليه كمان حاجة كمان انت لو فتحت القائمة الجانبية دي ممكن تفتح أبليكيشن تالت فوقيهم يعني خلينا نجيب الكروم مثلا ونشده تحطه في نص الشاشة بيتفتح لك كأبليكيشن تالت فوق اللي اتنين دول لو دست على الخط الأزرق ده تقدر تقفله كبابل بحيث تتحكم فيه كده وتدوس عليه تاني بيتفتح تاني ودي من مميزات المالتي تاسكنج اللي موجودة في واجهة سامسونج الـ Edge Lighting أو الإضاءة الجانبية ما بقتش موجودة في الـ Display زي الأول أو الشاشة لكن بقت موجودة في الإشعارات جوه الـ Notifications لو خلتها على Detailed فأنت كده بتقفل خاصية الإضاءة الجانبية أو الـ Edge Lighting لكن لو خلتها على الاختيار الوجيز أو الـ Brief فأنت كده بتفعل الـ Edge Lighting وتوصل لها لما تفتح الـ Brief Pop-up Settings أو ضبط الإطار الوجيز المبسط هتلاقي أول حاجة الـ Edge Lighting أو الإضاءة الجانبية واللي أصبح بيدعم كل التطبيقات دلوقتي كان الأول مش بيدعم تطبيقات كتير لكن دلوقتي كل تطبيق بقى بيدعم الـ Edge Lighting بحيث لما يجي لك إشعار والشاشة مقفولة جوانب التليفون بتضيق وبيكون شكلها حلو وتقدر تتحكم كمان في لون الإضاءة دي حسب لون التطبيق اللي بيجي لك منه الإشعارات تحديث مهم حصل في الجالري أو الستوديو كنت الأول علشان تعمل تعديل على صورة معينة ما كانش بيحتفظ بنسخة جديدة وبيعدل فوق النسخة اللي موجودة لكن دلوقتي لما بتعدل في صورة معينة وتقول له حفظ وحبيت ترجع للوضع اللي كان عليه بترجع للتعديل التاني وتقول له Revert أو إرجاع فبيرجعلك الصورة كما كانت لو أنت عملت تعديل في صورة معينة وحابب تحتفظ بنسخة مختلفة عن النسخة اللي انت موجودة الأصلية فانت ممكن تدوس على الثلاث نقاط اللي فوق دي وتختار Save Copy أو حفظ نسخة زيادة وبالتالي هو بيحتفظ بنسخة غير النسخة اللي موجودة عندك أصل تعديل كمان تم في شكل التحكم في الصوت لما بتضغط على الأسرار التحكم في الصوت بتلاقي شكله بقى مختلف ولو دست على الثلاث نقاط اللي فوق دول بيجيب لك التحكم في الصوت المختلف يعني ما بين السيستم الإشعارات بكس بي الميديا النوتيفكيشنز وكده أنا حس إن شكلها أفضل كتير من الأول قبل ما كانت بتيجي كخط رفايع كده بيظهر فوق دلوقتي بقى شكلها حلو وبيسهل التحكم فيها تحديث مهم في صلاحيات التطبيقات لما بتدوس مدة طويلة على التطبيق وتضغط على علامة التعجب دي بتروح لمعلومات التطبيق افتح البرميشنز أو الترخيص خلينا مثلا نختار الصلاحية الخاصة بالكاميرا كان الأول فيه اختيار اسمه دائما أو أولوز وده كان بيدي الصلاحية للتطبيق يستخدم خاصية معينة طول الوقت ده اتلغى تماما وبقى فيه ثلاثة هم allow only while using this app أو السماح عند استخدام التطبيق فقط وask every time أو الطلب في كل مرة بحيث كل مرة تفتح التطبيق يسألك تديله الصلاحية دي ولا لا وآخر حاجة deny أو رفض الترخيص بقى كمان فيه خاصية جديدة وهي remove permission if app isn't used أو إزالة الإزونات في حال عدم استخدام التطبيق علشان لو بطلت تستخدم التطبيق ده مع الوقت الترخيص اللي ممنوحة للتطبيق دي تتوقف كلها وده تحديث في android 11 عموما مش في واجهة سامسونج الجديدة فقط تحديث جديد تم في سامسونج كيبورد هو موجود في applications تانية للكيبورد زي Swift Key لكن تم إضافته في سامسونج كيبورد لما تاخد copy أو نسخ لنص معين من هنا هنفترض مثلا الجملة دي ناخدها copy ونروح application تاني علشان نعمل لها paste أو لصق مجرد ما بتدوس هنا أول اختيار بيجي لك في السامسونج كيبورد هو الجملة اللي انت عملتها copy أو نسخ بحيث تسهلك عملية اللصق ودي حاجة بصراحة أنا كنت مفتقدها جدا من ال Swift Key لما نقلت منه للسامسونج كيبورد لأن هي بتسهل جدا عملية copy والpaste بين الapplications فأنا مبسوط قوي أن هما ضفوها في الكيبورد وفي التحديث الجديد ده آخر موطة معنا هي بخصوص Android Auto ممكن دي ما تهمش ناس كتير لكن لو انت عندك عربية بتدعم Android Auto فبقى ليها مكان في الضبط مخصوص بنفتح الضبط وبنروح لل Advanced Features وبتلاقي Android Auto بقى ليها مكان لوحده وبتقدر من هنا تثبت كل حاجة خاصة بإعدادات العربية زي ترتيب التطبيقات التحكم الصوتي كل ما هو يخص Android Auto فبقى جزء لا يتجزأ من التليفون مش تطبيق منفصل زي قبل كده في النهاية التحديث غير حاجات كتير في الشكل وعموما أن أحسه أكتر سلاسة وأكتر سرعة استهلاك البطارية من أكتر المميزات في التحديث ده برضو بالنسبة للألم ما كانش فيه أي إضافة جديدة كل حاجة زي ما هي وده طبعا لأن صوفت وير الألم يعتبر لسه جديد يا دوبك من شهر 8 وده كان موعد نزول للNode 20 Ultra ما تنسوش تقولولي في التعليقات إيه الحاجات اللي كان نفسكم سامسونج تضفها وما دفطهاش ولو الفيديو عجبكم من فضلك أعملوا لايك لأن ده بيدعم القناة جدا وسكرا ونتقابل في حلقة جديدة بإذن الله اشتركوا في القناة